ده الفيديو الخاص بتوصيل كريستال اسيليتر مع البيك عندنا هنا كريستال اسيليتر وعندنا اثنين مكسف هو المفروض يبقى 15 بيكو فراد لو ده الستاندرد بتاع البيك اللي موجود في التاتا شيد الاثنين اللي عندنا هنا دول 22 بيكو فراد ده مش هتفرق كتير بالنسبة للجزئية دي وعندنا البيك بتاعتنا والبريد بورد البيك لو انتوا واحدين بلكو عارف الاضاء قبينا في هنا النوتش اللي في النص والنوتش اللي على الشمال اللي بتدل فين البن رقم واحد اللي هي الناحية دي لما نيجي نوصل البيك على البيد بورد طبعا عارفين انه الخط اللي في النص بتاع البيد بورد ده بيفصل من جزء ده عن الجزء ده يعني الكام خورمل للناحية دي دول مع بعض متوصلين توصيلة واحدة والكام خورمل للناحية دي دول متوصلين مع بعض توصيلة واحدة المجموعات دي بالعرض والمجموعات اللي هنا دي بالطول ماشي ماشي ولو انتوا واحدين بقى لكم عندنا خط احمر وخط ازرق يعني هو راجل مدينة دليل علشان نبقى نوصل الموجب هنا والسالب هنا تمام فاحنا هنوصل البيك كسي على الجزئية دي كده ماشي فانا كده دي نمرة واحد وبعدين انا دلوقتي عايز اعرف الرجل رقم اه 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 تلاتاشر و اربعتاشر فادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر يبقى تلاتاشر قدام رقم سبعتاشر اللي هنا ده يبقى انا عايز اوصل ما بين 17 و اللي جنبها اللي قال بلنا رقم 13 و 14 بالنسبة للبك فقالي التريستل اوسيليتور 4 ميجا هيربز مش هارف مش هيبان الكلام اللي مكتوب عليها من الهضاء بس هنوصلها ما بين 17 و اللي جنبها تمام هي مش وصلة في 15 هي اللي وصلة ما بين 17 و اللي جنبه 17 اللي هي معليهاش رقم لانو 15 تعتبر رجل بعد اللي بعدها ميش فهي وصلة ما بين 17 و اللي بعدها ما بين 17 و اللي بعدها وبعدين عندنا الاثنين كاباستر هناخد الكاباستر هنوصل ما بين 17 و الارضي و الكاباستر التاني برضو نفس الكلام هنوصل ما بين انا كده وصلت الكريستل اوسيليتور واتأكد انه شكرا